عن الفناني الشباب سمعنا عن ديور رح يجمعك بنور الزين الفنان نور الزين شنو صار بهذا ديور ليش من نزيل ولا ولا شاف النور هو شغلة كانت انه لازم حسين بس ويجي بالاستوديو يصور لا بالاستوديو اي اجي معهم على موضوع شنو ما اعرفه فنور الزين قال انا رايد غنية 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 مو دوية لا غنية يريد غنية قلت له اختار لقية غنية قال لا غنية انا قلت له احنا ما خيالتني مشكلة يا غنية كانت رجل يعني مشهور وصوته طبعا اي اختار يا غنية قال قوة 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 ماجد مهندس مغنيه ولو هي تنازلات تصير لمدة سنة استيثمرها وبعدين ممكن انت بيحة غير راحة ترجع الملحن اي ايه مو مشكلة بس ادبيا قلت له اتكلم ماجد المهندس وغنية اغنية وقحتها قبل ماجد وغنية زين ليش مغنىها ليش ما صارت ما صارت هو اصلا مايريد يسجل يعني رايدين انه انا اجي بهذا المكان واكو موضوع كاميرا موجودة ويسئلوني سؤال حتى انا احكي بهذا الموضوع معقولة يعني كمين دي سأولك ايه نعم ايه انا من النوع انكس واضحك وهذا فالولد قال مقابيلها غنيتين مجانا ايه الاغنيتين تكلف اكثر من فلوس الاغنية اصلا اذا طاني هو مبلغ قلت له لا الاغنيتين الاغنيتين ترى مو شوية تصوير تسجيل يعني مبلغ تكلف يعني شبه انه نولي زيندر مغني ويدويت وماخذ ولحانه وكلماته ما يدفع فلوس يدفع اغنيتين تصوير طبعا ما تشروش الله شركة صور ليها فشي يعني اهم اقل لك عشرة ضعاف من اغاني عشرة اغاني ايه لان تصوير وخراج ونجزة صور لك مكان بعيد تركيا وكذا فنور الزين وقلت لا لا انا عف الموضوح هذا امطيني اجور الشاعر واجور الملحم واجوري انا راح اصور ليها كرسمي يعني تصويرها ما لها مجاملة وقال لها انا امطيك الفين او الف او مبليش وقلت لما حسب الان مبلغ العنغية قد يكون انا خدم عندك وردهج فقط فاختلفتوا معدين وذا يحدد انه انا اللي راح اصوريك انت تريد صوريه ما انا صوريه يعني اذا صوريك عنا تعرفوني حسين البصري لا طبعا لا طبعا ما محتاج انت وهو وراته الهم مشور ما محتاج ايه